شوارسكوب هل طلب من الجانب العراقي الاعتراف بالتعويضات للكويت؟ هل ستجعليك بها بس حتى ما أنسى هذه خلال هاي الفترة بس حتى أكمل لأنتجان قاطعتني ونرجع على التعويضات بالضبط بالضبط في زمن إيزابيلا 2008 بعدين 2013 أنا كنت المفاوض احنا كنا مفاوضين من ضمن الفريق مفاوض سياسي ودبلوماسي وحتى من راح رئيس الوزراء نور المالك سيد نور المالك يطلع للكويت وفي السياسة حتى نوقع رفع الفصل السابع وفتح صفحة جديدة وانهينا كل شيء ولكويت متشلبة لحد هسة وتقول احنا شقاء وهس طلعون هاي المرسوم الأمير وطلايبهم من راحة أنا رح تمثل وزير الدفاع ما راح وزير الدفاع راح وزراء رافع العيسا وهوشيار وبولاني سبع ثمان وزراء تسعة وعدد نور سهيئات أنا كنت اللي يمثل وزير الدفاع من رحنة ما أحد طلعنا وثيقة تقول هذه وثيقة بيضاء وثيقة صارفة بخيمة صفوان بصفوان أبدا ولا حدد طرق لها نجع التعويضات ملف التعويضات وقع العراق لا يوجد في خيمة صفوان هذا الملف ولم يتطرق له أحد هذا جاء لاحقا جاء لاحقا على الأضرار اللي صارت يعني خسرت الكويت بالقراء أخذتها خمسة ضعاف يا ربي ولكويت من أخذتها ما أنصفت الشعب العراقي أنا أقولها للكويتيين ما أنصفتونه لأن أنتوا تتعاقبون حكومة لكن الضرر على الشعب العراقي فأنتوا ما كنتم أشقاء لذلك من صارت صارت على شكل دفعات لأن نفط مقابل غذاء والدواء ونسبة هلقت خمسة بالمية وكانت أول مرة عشرين وبعدين نزول خمسة واستمرت إلى أن صارت كرونة والعراق العفو بداعش بزمن حيدر العبادي ما عدنا فلوس نشتري طلقة فكنا بأمسل حاجة اللي يطينا بالدين إيران يطينا روسيا أي سوق سودة بأيش ما كان يقول أجيب لأن تتقاتل عدو والعدو أيضا أيضا الدول العربية كان الطرف به بعد 2003 منابركم ومساجدكم واللي صعتوا بيها وسويتوا جهاد وسويتوا لي دقلتوها جبتوا لي إياهم وحتى اللي طلع قبل فترة زوجة زوجات البغدادي البغدادي وزوجة اللوخ وبنته لما ذكروا بأن هو كان غير شي لكن اجوا ذول الأجانب المدعومين من الأمريكان وأوروبا اجوا غيروا السياسة كلها كانت قتل ينقتل السني في الأمبار وصلاح الدين ونينوى وينقتل الشيعي العسكري والمنتسب الأمني بالتفجيرات وهذا إذن كان استهداف للشعب العراقي من الأخوان والأشقاء العرب وأضيف لك أيضا في مؤتمر باريس أيام ياد علاوي تقرر كلهم اطفاء الديون حدود 85% صح نادي باريس وغيره نادي باريس ليش الدول العربية بما فيهم الكويت ما ما اطفأ إذن هو يستقصدني يستقصدني الكويت هسه تعالي هاي اتهت ووقع ودفعنا كل شي وخلص وش وقت يا الله أقر رفع الفصل السابع 21-22 من 2013 كمنا كل شي زين التعويضات هل تنازل الكويت يقول لا والله هاي مجلس أمي وهاي تشريعي وما نقدر جميل طيب مو أنتو حتى النايمة بالدنمارك وزوجها يشتغل بشريكة راحت هناك عطبي بتأثره نفسيا دفعتونا فاتورة العلاج إله يا الكويتين شك واحد عندكم المصريين وهذا واعتقد الحكومة العراقية دفعت ما دفعت صحيح لكن أنا هسه لي التعويضات من الكويت جميل خلن ثبتها لأن هاي حلقة للتعريخ لم يوقع سلطان هاشم على التعويضات لم يوقع على ترسيم الحدود تحدث فقط عن وقف اطلاق النار تثبيت وقف اطلاق النار ولو كانت موجودة أيضا للتعريخ كان من نتفاوض إحنا والكويتين شي سوونا لحد هسه شي طلعونا القرار الأمم المتحدة قرار مجلس الأم 833 الصادر في 27 آيار عام 93